صباح الخير ازايك يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيديو افكار اول فكرة معانا احنا ابتزي على طول واول فكرة معانا انا شخصيا انبهرت بيها بجد وما كنتش عارفها خالص. واللي قالتلي عليها متابعة معي في القناة. انا لما عملتلكم المرة اللي فاتت في الفيديو الافكار اللي فات التحينة لزفارة الفراخ. هي التحينة تحفة بصراحة تحفة جدا. بس في ناس قالتلي اللي هي غالية. وفعلا هي التحينة مش رخيصة لما تعملي بيها الفراخ طبعا مش رخيصة. تمام بس هي بصراحة ممتازة. آآ قالتلي في حاجة بتعملها كاتممتها بتعملها اللي هي بتخسلي الرز المية دي اللي هي اول او ما تخسلي الرز ما ترميش المية بتاعته. المية اللي بتطلع من الرز دي او ما تخسليه دي تحطيها على الفراخ. تمام? انا قلت لها انا هجربها واشوفها. بصراحة جربتها هيلة 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 فعلا تخسلي ما يعني ايه اول ما تحطي الرز كده بالمية ما ترميش المية بتاعته الاولانية تحطيها تخسلي بيها الفراخ او تنقعي بيها الفراخ بعضم بقى بباني اي حاجة اي فراخ عندك او ارانب او الكلام ده كله بجد ممتازة بجد جربوها وببلاش وما فيش اي تكلفة فيها وانا كنت بصراحة قلت اللي هي مش هتبقى حلوة لا بصراحة هيلة وبتقضي على زفارة الفراخ خالص خالص جربوها وقولولي في التعليقات وانا بشكر المتابعة الجميلة اللي قالتلي على الفكرة دي انا بشكرك جدا ودي فكرتك ومرسي جدا لكي والفكرة الجميلة اللي انت قلتها لدي الفكرة يا بنات رقم اتنين معانا هي فكرة البرتقانة احنا طبعا دلوقتي موسم البرتقان يعني ايه البرتقان كتير قوي تمام هو البرتقان نفس الموضوع بس للأسف الكيوي عندي خلص كنت عايزة ألحق أصور الفيديو قبل ما يخلص بس ما لحقتش بصوا أحلى حاجة لتأشير البرتقان بجد مش السكينة المعلقة شايفين هتحطي كده المعلقة داير كده ما يدور دا ما بيقوله كده وتروحي ايه كل شوية دخلة حتة تمام هتدخلي كده حتة 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 لغاية لما هتلاقي المعلقة جابت آخر البرتقانية بصوا ما خدتش مننا ثانية واحدة أهي تمام دا أحلى حاجة في تأشيرها بجد أسرع حاجة هو المعلقة تمام أهو بس في برتقان بيبقى نوعه اللي هو إيه وانتي بتفتحيه بيتفعص معاكي وفي برتقان صحت أهو هي كده بصوا ما خدتش معانا ثواني في تأشيرها وزي ما قلتلكو برضو الكيوي والمنجأ الكيوي هتفتحيه على اتنين وحتعمليها كده بالمعلقة هتتقشر معاكي على طول الفكرة رقم تلاتة معانا يا بنات هي فكرة أهو الفويل والرخامة بصوا طبعا دا البوتجاز أنتوا عارفين أنا جيبت بوتجاز جديد تمام؟ أنا حط عليه فويل برضو قلت أشوف يعني إيه الأحسن الفويل أحسن أجرب كده وكده لأنه مات فلازم كل شوية يتمسح بصوا أهو أنا عاملة إيه؟ جاي بحكة الفويل زي ما انتوا شايفين تانياها على اتنين ومدخلاها هنا ما انتوا شايفين أهو البوتجاز جنب الرخامة على طول حطيته يوم أنا عايز أقول لكم إن الرخامة يعني ترتاشة ودهنانة طبعا هتهدني كل يوم في اللي أنا مش كمان عايزة مسح لا دي عايزة بقى غسيل وكده ودعك والسلك وعشان ما يدهننش أحسن حاجة لقيتها بصوا هتحطوا حتة الفويل دا ويتمسح على طول هو بصوا بيلزق يعني عملت كده خلاص هيلزق معاكي وبعد كده وانت بتمسح البوتجاز بفوتة كده من الدية هتروحي عاملاها حلوة جدا هتحافظ لك على الرخامة إن هي الدهن لأن الرخام لما بيدهنن وبيبقى كمان هقول لكم كمان حاجة مش هنا بس هي المشكلة مش هنا بس لا المشكلة في الجوانب هنا متفهميش الدهون بيدخل إزاي جوه ففعلا بيتخلي هنا طبق الدهون كبيرة أنا لما شلت الموتجاز التاني أنا كنت كل شوية بزحزحه يعني وبعمل بس أنا لو سبته كان هيبقى فيه هنا طبقة كبيرة فدي أحسن حل للجنب المتجاز الفكرة رقم 4 معينا يا بنات هي فكرة الزيت والطاسة الزيت تمام؟ هي دي الطاسة المخصصة اللي بقى لي فيها تمام؟ أنا كنت أقل لكم على الطاسة دي اللي هي نوعها كوري اللي هي صعب كده كوري تمام؟ طيب أنا دلوقتي قاليت بانيه تمام؟ تمام؟ حطت فيها بانيه وأليته لو أنا مثلا مش عايزة يعني أخسلها ولا أي حاجة فكنت أقل لكم قبل كده برضو عن دي دي حلوة جدا بصوا لو كنت أقل لها مش بانيه كمان اللي هو زي دجاج كنتاكي كده كنت عاملة يعني بروستت في البيت وكنت قلياء تمام؟ آآ في دي بس هي مش دي الفكرة اللي أنا عايزة لكم عليها دي بتصفي طبعا بصوا بدل ما تصفوا الزيت وتطلعوا بقى طبق ومش عارفة ايه بس انت بتصفي على طول بقى ايه؟ على الحوض تمام؟ الفكرة بقى ايه؟ الفكرة ان احنا كل مرة بنلاقي او كل طاسة بنستعملها بنلاقي ايه؟ بنلاقي الحتة اللي تحت نظيفة والجوانب اللي فوق بتبقى مش نظيفة مش مش نظيفة بتعمل طبقة سميكة من الزيت اي تصاط في البيت المصري الاصيل لازم هنا بيبقى في دهون مش عارفة ليه؟ طبعا ده مش كويس خالص خالص وقلت لكم ده بيعمل امراض وحشة جدا طيب انت خلاص قليتي ومش عايزة تخسلي للطاسة قلت هتخسليها مثلا المرة الجاية مش كل مرة هتخسليها ساعات مثلا بنكسل وبنشلها هتروحي عاملة ايه؟ عشان برضو نتفادل موضوع يطلعكم الزيت هتروحي جايبها حيطة كلينكس كده واحدة كلينكس وتروحي عاملة كده في الطاسة دي اللي بعملها بقى لك يعني زمن مش عارفة ليه انا نسيت اللي انا قولها لكم اساسا مش عارفة ليه بس افتكرتها النهاردة خلاص فاحنا بقى ايه؟ اهو هننوح جايبين الطاسة كده بصوا بيبقى فيه في الجوانب هنا على طول ترتاشة زيت خلاص كده احنا مسحنا الزيت خالص الترتاشة اللي في الزيت هتلعت كلها ولو انت عايزة تشيلي الزيت كده والطاسة كده وما تخصلهوش كل مرة خلاص هنا مش هتكون عندك الدهون شايفين بصوا الترتاشة اهي؟ عمرها ما هتتكون الدهون طالما شلتيها مسحتيها بالمنديل كده وخلاص كل مسلا مرتين مش اكتر من كده تروحي رمية زيت وغسلة الطاسة غسلة حلوة بمية سخنة مش هتكون عليك الدهون اللي بتتكونه الطاسة دي وتعملك طبق الدهون كده وتبقى مدرة تمام؟ يا رب الفكرة تكون عجبتك وجربوها هتعجبكو جدا ان شاء الله الفكرة الرابعة معينا او الخمسة مش فكرة هي فكرة الهم دول الحلقات دي بتاعت سطارة الحمام بصوا في منها مقاسات في منها المقاس ده في منها ده في منها ده ايا كان احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل مسلا جبنا الحجم ده تمام؟ وبعدين حطناه كده بصوا كده تمام؟ هنجيب بقى الشنط حتى لو شنط كبيرة مش مشكلة يعني انا دي بصراحة يعني ريحة الولاد جدا في الدولاب عندهم لانها سهلة جدا بصوا هتروح وحطين ايه؟ هتروح مثلا حطين الشنطة في الايه هنا بس يكون نوع محمل يعني بصوا حتى ده برضو محمل مش مش ضعيف تمام؟ دي اول شنطة تاني شنطة هنروح حطينها برضو نفس القصة في اللي هنا في الفتحة اللي تحت اهي تمام؟ اهي كده وتالت فتحة اهي ربكم ايه فاهميني؟ اهي الفتحة التالتة هنروح حطين فيها الشنطة التالتة تمام؟ وبعد كده نو هعملين ايه؟ احنا كده حطينا اهو تلت شنطة وممكن في الفتحة نحط كده شنطة مش مشكلة لان الفتحة عمدنا كبيرة هنروح بعد كده جايبين دي شماعة معدن ونروح معلقينها كده تمام؟ انتو بقى ايه؟ عايزة اوريكو انتو طبعا هتبقوا معايا فاهمين معايا كده خلاص الشنطة كلها تعلقت في الشماعة مش هيبقوا طبعا قلتولي يعني هتقولولي ليه مش مش حلقة واحدة احنا لو عملنا حلقة واحدة الشنط هتبقى جنب بعضها وهتبقى دخينة في الدولاب لكن كده الشنط كلها متدرجة فوق بعضها في الدولاب شنطة وفوقيها شنطة فوقيها شنطة مش هتاخد معاكي مساحة في الدولاب وفي نفس الوقت هتاخد كمية شنط كتير تمام؟ اهو كده وتروح يمعلقها في الدولاب بيشماعة معدن بلاستيك هتتكسر لكن معدن احسن حاجة يارب تكون الفكرة وصلتلكو ويعجبتكو لان الشنط دي كلنا كلنا بنعاني منها الفكرة رقم 6 معانا هي فكرة العلب دي العلب دي هنعمل بها ايه؟ بصوا انا كنت اقليلكو قبل كده لما باجي اعمل الباني بحط المفرش طبعا بتاع اللي هو بتاع الصفرة اللي بيترمي ده وبرده بيحصل على المفرش بتحسي اللي هو مهرجان وبتحسي يعني انا برميقة بس بتحسي بيبهدل الدنيا لقيت احسن حل احسن حل لما دي كتا عملي الباني بصوا هو فيه اول حل في الاكياس تجيبي كيس وتحطي فيه في الكيس اه الدقيق وتحطي في كيس تاني البقصمات وتعودي بقى ايه ترجي كده بس انا بحب افرد الباني يعني الاكياس دي حلوة للفراخ اللي بعض لو هتعميني بروستيد مثلا او اللي هي فراخ بعاطمة زي الكنتاكي كده مقلية تمام لكن الفراخ الباني احسن حل ليها العلب دي هتحطي هنا علبة بس تكون علبة طويلة يعني تكبري فيها وتكون طويلة كده هتحطي هنا علبة فيها دقيق وعلبة فيها بقصمات تمام? هتروحي هعمل هنا من الدقيق للبيت للبقصمات والبيت برضو تحاولي تحطيه في طبق غويت تمام? كده هتدماني ان الدنيا مش هتبهدل معاك لان انت لما بتحطي في اطباق لازم او صواني او كده لازم يطلع على الجوانب جربي العلب وحتدعيلي ان هي مش هتبهدلك الدنيا ولا هتلاقي هنا على الرخامة اي حاجة بهدلة فكرة جميلة جربوها برضو قولولي ايه الاخبار الفكرة رقم ستة معانا ستة معانا هي فكرة الفلفل تقوير الفلفل انا قبل كده قلتلكم بحب الفلفل لما اجي اقوره بيبقى فيه عنقود كده ودخله كده بحيث اللي هو ما يتفتحش بالسكينة بيبقى واسع ويقع منه الرز دي فكرة على فكرة اختي انا سرقاها منها شفتها بتعملها اختي كبيرة شفتها بتعملها فعملت زيها دي مش فكرتي عشان تبقوا فاهمين يعني الامانة فالمهم بعمل ايه بجيب ده الامع ده فيه الستلس وفيه البلاستيك على حسب مقاس الفلفلة اللي عندك تمام هتروح جايبة كده ننقي هي صغيرة هنروح جايبين كده بصوا هنعمل كده شايفين في ثواني اتقورت ناخد واحدة كمان اهو هتعملي كده بس كده بس هي دي كانت اصغر شوية اهو في ثواني بتتقور وبعدين نعمل ايه وبعد كده نروح شايلين دول القشر ده ونحش الفلفلة عادي اهي ونروح حطنها كده انا بحب بحطها كده طبعا تكوني غسلة العنقود بس شايلة منه اللي هو اله ده البزر وتروح يحطاها كده تمام اهو فكرة حلوة قوي احسن من انت تعملي بايدك الفكرة رقم سبعة معانا هي فكرة تلميع الخشب بصوا اه ساعات احنا وبكرر تاني واخدوا بالكم من الكلمة ساعات احنا بيبقى عندنا بادي لوشن اهو منتهي الصلاحية يعني ده انا عندي منتهي الصلاحية تمام من الفين واربعتاشر واحنا الفين وعشرين تمام تمام طبعا ولا دي سابوه فالصلاحية بتاعته انتهت الصلاحية انتهت عشان ما فيتش حد يجي يقول لي غدا انت بتعملي البادي لوشن لا والله صراحيته انتهت اهو تمام هتروحوا جايبين بقى فوطة وجايبين الخشب يعني عايز اقول لكم بصوا طبعا البادي لوشن بيبقى حل انت بتحطيه على جسمك بيبقى مش مضر ولا اي حاجة وحتى لما بينتهي ما يفعش تحطيه على جسمك بس بصوا بدل ما ترموه لماعو بيه الخشب بصوا شايفين بصوا الخشب بجد هيخلهو لكم حلق ومش مزيت ولا اي حاجة بس طبعا بلاش القطمة خليه بفوطة احسن لان الفوطة مش هتعمل وبر اهو شايفين منها حاجتين منها اول حاجة الخشب بتاعك مش هيبوز لانه يعني مش عمره ما هيبوزه ما فوش حاجة تبوز وحيبقى ريحته حلوة وفي نفس الوقت حرام ترمي البادي لوشن اللي هو انتهى بدل ما ترميه تعملي حاجة في مفيدة بدل ما يترميه حرام فكرة حلوة قوي برضو جربوها وحتشمه بعد كده في البيت ريحت يعني معطر لوحده الفكرة قم تسعة معانا يا بنات والاخيرة هي فكرة برضو مستمرين في البادي لوشن بصوا الجزمة شكلها عامل ازاي شايفين هنعمل ايه هناخد برضو اهي الفوطة دي اللي هي بتترمي هناخد برضو قطعة من شوية من البادي لوشن وهنمسح الجزمة كده الكوتشي فطبعا ابني بيخليها يعني ماقولكوش شايفين اهو الله ايه كانت صعبة يعني يعني انا عايز اقولكو في الاخر ايه اي حاجة عندك في البيت ممكن ان انت تستفادي منها حتى ما ترميهاش ممكن انت تستفادي منها هتعملي بيها الخشب بصي هتعملي بيها الشوزات على فكرة كمان في حاجة تانية عايز اقولكو عليها فكرة كمان دلوقتي بصوا بس اخلصلكو الشوز اهي شايفين شايفين الشوز بقت عاملة ازاي بشوية بادي لوشن صغيرين اهو بقت الشوز جميلة جدا شايفين طبعا ده لا ده يعني حاجات لازقة فيها مش هتطلع يعني هي كويس قوي اللي بقت كده دي كان لونها سودة يعني شايفين حلوة جدا اهي وبتلمع وتحس اللي هي كده فيها لمعة حلوة الفكرة بقى العشرة والاخيرة برضه هناخد بادي لوشن كده شوية وبعدين هنجيب عندك اي شنطة فتحة اهو جلد بتروحي عاملها كده حتى مش بادي لوشن بس يا بنات حتى كل اللي انا قلت عليه ده لو عندك قلب الكريم برضو انتهت الصلاحية مفيش اي مشكلة اه برضو زيت جونسون لو منتهي الصلاحية اهو بصوا البادي لوشن او الكريم هيخلي الشنطة بتلمع بصوا بقت بتلمع ازاي وفي نفس الوقت هيخلي الجلد ما ينشفش وما يشققش لان الجلد لما بيقشر لما بينشف اهو هتلاقوها بقت معاكوا حلو قوي برضو لو فيها اي حاجة هتنضف اه هي دي افكار النهاردة 10 افكار يارب تكونوا استفدتوا ولو بفكرة واحدة ويارب تكون عجبكم الفيديو لو عجبكم الفيديو واستفدتوا ما تنسوش اللايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم باي باي